ميدو نبيل يتقدم الأمام وبيلعب الكرة البينية الحلوة وادل الكراب بقى واللمسات الحلوة من لعبي النادي الأهلي وهجمة جميلة جداً واحدة والتانية تلعبت حلوة قوي ناحية الشمال مازل أسامة عدى وماشي وادل عرضية من مازل أسامة خطرة والهدف الأول والهدف الأول للنادي الأهلي الجول الأول للنادي الأهلي فيه أحداث هذا اللقاء من كرة عرضية حلوة بيسجل بقى النادي الأهلي الهدف الأول فيه المباراة الهدف الاول للنادي الاهلي في المباراة وكرة عرضية من مازل اسامة بشكل متميز جدا في مباراة اليوم وعبد الرحمان شريف يضيف الهدف التاني له في دور هذا المنصي والاول في مباراة اليوم للنادي الاهلي علشان يتقدم الاهلي على الجنة بهدف مقابل لا شيء في مباراة اليوم برافو يا ولدي العيب الحقيقة كرة ملعوبة جميلة جدا ما بين ميده اسامة وما بين ميده نبيل واضي العرضية واضي الاعادة وشوف بقى هنا الراجل قاطع عابل حارس المرمى اللعب عبد الرحمن شريف اللعب الهداف اللي كان سجل هدف الفوز على ناني بلدية المحلة في الجولة الأولى يعود ويسجل هدف التقدم في الديئة التامنة من عمر وبداية أحداث لقاء الأهلي مع الجونة في الجولة التانية